أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على جهود المملكة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد وتقديم برامج الدعم والتمويل للباحثين عن العمل وبرامج التمويل الاجتماعي بهدف بناء مجتمع مستقر ومتوازن في سياق جهود المملكة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد وضعت المملكة عددا من برامج الدعم والتمويل للباحثين عن عمل وعدد من برامج التمويل الاجتماعي بالإضافة إلى برامج الرعاية والتأهيل لمن هم بحاجة لمساعدات دائمة لتصل إلى بناء مجتمع مستقر ومتوازن ومتكافع وقال معالي خلال ترأسي وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف إن المملكة حريصة على ضمان استدامة الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها مما ساهم في زيادة سوق العمل وانخفاض البطالة تؤكد المملكة التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ضمن مساعيها لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع واليوم تعد المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في معدل مؤشر الفرعي المساواة في الأجر للعام المواثل حيث قاربت المملكة على سد الفجوة بين الجنسين متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عدالة الأجور واستعرض معالي الوزير جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية من خلال تقديم منح وقروضة ميسرة لمختلف دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق حيث تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديما للمساعدات الإنسانية المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي للعمل أكدت التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية للعمل طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف